لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معي من رياض المحلل السياسي مانع المطاري استاذ مانع أهلا وسهلا بك لماذا لم يستقبل الرئيس هادي المفرد الدولي مارتين جريفث وهل ما زال مارتين جريفث وسيطا نزيها ومحايدا بالنسبة للحكومة اليمنية نعم فخامة الرئيس لم يلتقي بالمبعوث الأممي لأنه لا يوجد شيء جديد لدى المبعوث الأممي لكي يتم الجلوس إليه ونقاشه لا زال الموقف الحكومي كما هو أنه يليد السلام القائم على المرجعيات لا شك أيضا أن تصجحات المبعوث الأممي الأخيرة كانت مخيبة لآمال الحكومة في إدراك المبعوث لطبيعة مهمته والمسار الذي ينبغي أن يسير فيه في تياه تحقيق السلام أم من يعطل السلام الآن هم الميليشيا الحوثية والتي ينبغي أن تكرس غوط المبعوث الأممي عليهم لإجبارهم للجلوس على طاولة الحوار والمضي قدما نحو تنفيذ بس استاذ مانع عدم استقباله من قبل الرئيس اليمني هل يمكن القول أنه لم يعد مرحبا به من قبل الرئيس اليمني وهذه رسالة يعني أراد الرئيس اليمني إرسالها إلى السيد جريفت وأولي إلى سؤالي هل ما زال جريفت بالنسبة إليكم أو إلى الحكومة اليمنية وسيطا نزيها ومحايدا لا يمكن الجزء بأن المبعوث الأممي لا زال ليس نزيها هو بلا شك لا زال محل ترحاب من الحكومة اليمن ودل أنه استقبل نائب رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الوزراء المكلف الرئيس الجمهورية بشكل رئيسي بإدارة ملف المشاورات أثناء الجولة السابقة في جينيف والتي تخلف عنها الحوثيين كان المكلف بإدارة ملف المشاورات هو رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لم يحدث أي تغيير يستدعي أن يلتقي به رئيس الجمهورية لا زال الحكومة اليمنية تعبر عن دعمها لجهود المبعوث الأممي لكنها أيضا لن تعطي المبعوث الأممي أكثر مما ينبغي أن يتم إعطاهه من دعم ومساند طالما هو لم يدعم نفسه من خلال الأوراق التي بيديه والتي بإمكانه أن يضغط بها باتجاه إنجاح مهمة من خلال الضغط على الحوثيين وليس على الحكومة اليمنية بس ولكن السيد مارتين غريفث يتحدث دائما بإيجابية عن أجواء إيجابية وعن محادثات مقبلة ومفاوضات وإلى سوى ذلك هل لتفاؤل السيد غريفث ما يبرره برأيي؟ التفاؤل في مهام حل النزاح هو أمر جيد لكن تفاؤل المبعوث الأممي ليس مبني على معطيات حقيقية الواقع على الأرض يقول أن هناك تصعيد من قبل ميليشيات الحوثية يقود باتجاه مزيدا من الحرب التصعيد يتمثل في تكريس المنهج الطائفي داخل المجتمع اليمني ومحاولة إضفاء بعد طائفي على طبيعة الصراع مما يعقد المسألة ويدفع مزيدا من التمزيق للنسج الاجتماعي وما يوحي بأن الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية هذا المنهج الذي تتخذ من الميليشيات الحوثية بلا شك أنه يبدد التفاؤل أو يفترض أن يبدد التفاؤل لدى المبعوث الأممي لكن للأسف تصريحاته تبدي تفاؤلا مفرطا غير مبرر وغير منطقي هناك عراقيل واضحة من قبل الميليشيات واشتراطات غير مبررة والمبعوث الأممي يستمر في تفاؤله بشكل غريب للغاية من الرياضة المحلل السياسي مانع المطري شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة